شكراً سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم أنا نحب أن نتعرض إلى وضعية القطاع الهندسي بتونس اليوم هذا الصباح وقفة احتجاجية لألاف من المهندسين قرب مجلس نواب الشعب وبقدر ما الإنسان يتفاعل مع الوقفات الاحتجاجية ولكنها مؤشر حسب رأيي على قلة التواصل وضعف الحوار مع الحكومة لأنه ما يتلز قطاع يجي يحتجج أمام مجلس هنا وبالشعب إلا ما يعني يتسكر أمامه طريق التواصل والحوار مع الجهات المسؤولة من وزارات ومن حكومة ولكن نحن نتسألوا علش المهندسين يعني اضطروا لهذا الاحتجاج المسألة بسيطة تخص الوضع المادي والوضع المعنوي لقطاع هو العمود الفقري للتنمية في البلاد ما يجبش ننساهه في وقت الثورة المباركة ما ينقطعش النور الكهربائي وراه مهندسين ما ينقطعش الماء الصالح الشراب وراه المهندسين خدمات التطهير وراه المهندسين البث الإذاعي والبث التلفزي وراه المهندسين جميع الخدمات التزويد الأسواق بالخضر والغلال وراه المهندسين في القطاع الفلاحي وكل ما فم نشاط وفم تنمية وفم إنتاج توجد القطاع الهندسي يعني هو العمود الفقري لهذا النشاط ولكن شو الحال انتاعه الالان؟ المهندس لعلم جميع المواطنين لم يقم بأي إضراب منذ الف وتسعمية وثمانية وثمانين وهذه مسؤولية وتحية إكبار لهذا القطاع الذي يحرسه على القيام بواجباته وبعهدته في التنمية وفي مشاريع التنمية منذ الف سعمية وثمانية وثمانين لم يقم بأي إضراب برغم الظروف المادية المتدهور من سنة إلى أخر يعني المتوسط الأجر الشهري الخام للمهندس التونسي يعني مقارنة ببقية الأصناف يعني الأصناف المهن الأخرى في تونس اللي تقاربه يعني يتجاوز بين 45 و 55% سيد الرئيس لكن مش قارنوه بالدول الأخرى المنافسة لنا كما المغرب المغرب يعني المهندس المغرب يتقاذى حوالي ما بين ثلاثة إلى أربع أضعاف ما يتقاذى المهندس التونسي والوضعية المادية هذه سبت نزيف للموارد البشرية وللكفاءات التونسية حوالي سنوين قرابة 2500 مهندس يغادر تونس يلتحق بالعمل يعني في أوروبا وهذا من شأنه أنه يمس الأمن الاقتصاديين تاعنا ويأثر على مشاريع التنمية وسيرها وتنفيذ انتاعها شنون مطلوب الآن من الحكومة ودعوة إلى السيد رئيس الحكومة أنه يفتح الحوار مع عمات المهندسين ومع الهياكل المسؤولة ونقابة المهندسين يعني للاجتغال على مشاغل يعني للاجتغال على الوضع المادي والمعنوي للمهندسين المطلوب الآن العدالة بين كافة الفئات الأخرى كافة الفئات المجتمع التونسي وكافة القطاقاته مش معقول يعني بعض المهن يعني تتحسن وضعي المادي انتاعها بعد الثورة وبعض المهن الأخرى كالقطاع الهندس يبقى في ظروف يعني متدهوة قدر الشرائي متدهرة والوضع المادي انتاعه يسوء من سنة إلى أخرى ولهذا هي مسألة بسيطة دعوة إلى الحكومة دعوة إلى الساد الوزراء اللي عندهم في قطاعاتهم يعني وجود كبير المهنسين انه ينتبهوا لهذه المسألة ويحاولوا يعالجوا مشاكل القطاع الهندسي عنده علاقة بالوضع المادي والوضع المعنوي وهذا يعني قبل ان تستفحل الوضعية وما يلزوش يعني المهنسين باش يوقف العمل لا قدر له احنا انا ادعو المهنسين إلى مواصلة العمل بكل يعني مثابرة وبكل تفانن كما عاهدناهم دوما وادعو الحكومة إلى فتح الحوار وإلى الانصات إلى مشاغل هذا القطاع الهام هاي سيد الرئيس المهندس التونسي جندي من جنود الخفاء لا بد من انتباه إلى مطالبه وما يلزوش باش يوقف العمل ولا باش يجي يحتاج أمام مجلس النواب لأنه هذه خسارة للقطاع وخسارة الاقتصاد التونسي شكرا سيد الرئيس